قول الفصل من خلال تقارير المعامل المركزية لا موضوع متعلق بإخفاء معلومة ولا إخفاء حقيقة ولا يعني الترمخة على أمر يتعلق بأي مواطن مصري ما بالك بعندنا 481 أصيبه في محافظة أسوان ده أمر يتطلب زي ما لو واحد أصيب زي الـ 480 يتم الإعلان بكل شفافية طيب هذا الأمر اللي قاله الدكتور خالع بافار النهاردة من خلال التقارير الرسمية المعملية المعامل المركزية هنا في القاهرة اللي أكدت إنه اللي حصل لأهلنا في أسوان نتيجة لإيه عدوى بكتيرية قولونية زي ما قال عليها كده الإيكولاي الإيكولاي قالك دي ممكن بتصيب نتيجة ميكروبات في المية ملوسة واتكلم على موضوع المية لها علاقة ما بين وهنا نتكلم عنها دلوقتي وهنا نتكلم عنها دكتور خالع بافار دلوقتي موضوع البيارات والصرف الصحي والمية لدخل البيوت والناس اللي بتشرب منها وعلاقتها بهذا الأمر أطعمها ملوسة وبالتالي الموضوع ليس له علاقة ليه كوليرا كوليرا ولا لها علاقة بتلوس المياه الخاصة بالمحطات المية إطلاقا له علاقة بمية تتعلق ب اختلطت بصرف الصحي بمياه الصرف الصحي أو صرف الصحي في عدد من المنازل في محافظة أسوان يبقى احنا على مدار القامل فاتت الناس بتتكلم شيئا عاد حدش كان عنده أي معلومة المعلومة النهاردة من خلال الجهات الرسمية من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللي أكد لنا اللي حصل نتيجة عدوى بكتيرية حدثت قدت إلى إصابات التي جرت في محافظة أسوان شكل واضح راجل قال لك ما عندناش حاجة نخفيها وإحنا دورنا نرد حتى وده قدرنا نرد على الشائعات وهذا صحيح لأنه على مدار الأسبوع اللي فات كله بالكامل شائعات وكل واحد يقول كلمة واحد يقول معلومة ده نمبرح قرأته والله أرقام ناس بيتكلموا على موقع تصل الاجتماع عشان كده نمبرح يعني ناشدت معالي النائب العام المتشار محمد شوقي أنه طلع أمر بفحص كل الناس الذين تدولوا هذا الأمر ويتكلموا في في شائعات في رسائل صوتية كتبوا أرقام غير حقيقية اتكلموا على أمور لأنه احنا بنتكلم على صحة الناس لأنه ده أمر يتعلق أيضا إزاي نحارب الشائعات إزاي نواجه والقانون كمان يواجه من يروجه للشائعات اللي بيعمل بلبلة لما أنت تعمل بلبلة وتتكلم على مياه مياه الشرب اللي هي الشعب المصري كله المئة مليون بيشربوا منها لما تروج شائعة زي كده وتقول خلي بال ده معنى إيه على طول ده لازم يحاسب بالقانون ولازم يتشاف الناس اللي روجوا هذا الكلام سواء اللي بعتوا رسائل صوتية وأنا بتكلم هنا على رسائل صوتية والصفحات اللي تكلمت في هذا الأمر لازموا حاسبتهم أنا أترك الموضوع ده إزاي ما يتسبش الموضوع ده أي حد كتب أرقام ده واحد يتكلم على أرقام عدد كبير يتكلم على الناس يعني توفاهم الله بأعداد مالهاش علاقة مبارح المحافظة مالهاش علاقة والنهار ده الدكتور خالد عبقفار قال مالهاش علاقة الخمس حالات اللي توفاهم الله وربنا ارحبهم ليس لهم علاقة بالإصابات قال لك مسألة خارج مالهاش علاقة بالإصابات يعني دول وفياتهم لم تكن نتيجة لإصاباتهم بهذه النزلات أو بهذه البكتيريا أو بهذه العدوة البكتيرية طب اللي تكلمه تناول هذا الأمر هو تكتب تعمل إيه؟ بتقدم لسألة المين وليه إحنا بنبقى عندنا قسوة البعض يعني إياهم قسوة على بلدهم الموضوع ده بيحصل في العالم كله في مواد ملوثة ميا ملوثة أكل ملوث بيحصل في الدنيا كلها مش مصر بس يعني ليه الشعوب في بره بتدفع عن بلدها وليه عندنا ناس بتأجن بلدها وتختلق وقاعة وزراعة عشان تشتم بلدها أو تشمت في بلدها ليه؟ حالة شماتة رهيبة جدا والله من البعض منهم اللي احنا عارفينهم والله كلنا ولكن هنا مرة تانية بناشد معالي النائب العام لا نترك أبدا أي حد تناول موضوع أصوان بعيدا عن أي حقيقة تناولوا بالشائعات تناولوه بأكاذيب روّجوا لي أمور سببت قلق في السبع وعشرين محافظة في السبع وعشرين محافظة الناس في البيوت كانت الآن فلازم نحاسب ونشوف دول مين والدخلية لدالها القدرة من خلال أجهزتها ترضى تطلع هذه الصفحات وموجودة على مواقع التصوير الاجتماعي وكل واحد تناول موضوع بغير العلم من غير ما يكون عنده معلومات وتناولوا بأمر عشان إحداث بلبلة لدى الرأي العام هذا أمر يتطلب تحرك من النيابة العامة لمحاسبة كل هؤلاء ده ملوش علاقة برأي فيش حاجة اسمها هنا رأي انت هنا بتردد شائعات وتروجل شائعات الرأي لم يبقى عندك معلومة حقيقية تقولها لكن نائب رئيس الوزراء دكتور خالد عبد الفهر كمان اتكلم على موضوع الصرف الصحي في أصوان أو في المنطقتين اللي حصل فيهم هذه الأصابات اتكلم على البيارات اتكلم على الاختلاط مياه الشرب في هذه المنازل بمسألة الصرف الصحي هذه المنطقة ما كانش فيها صرف صحي تاني لم يكن بها صرف صحي طبيعي الحكاية شرح الدكتور خالد بفار أيضا عما جرى في محافظة أصوان استكمالا للأدى للنتيجة وأدى للإصابات نتابع ترجمة نانسي قنقر